قال رئيس الوزراء الأسباني بادرو سانشاز أمام البرلمان الأوكراني في كييف إن أوكرانيا ستفوز في الحرب وأكد سانشاز مجددا على الالتزام الأوروبي بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل كما أعلن سانشاز أن أسبانيا سترسل 55 مليون يورو أخرى كمساعدات لأوكرانيا وبدأ رئيس الوزراء الأسباني الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر زيارة خاطفة إلى كييف لتأكيد على دعم الكتلة الأوروبية لأوكرانيا